مشاهدين أهلا بكم كيف الحال المرأة تمر بعدة مراحل في الحياة ديالها وغادي نخصو اليوم هاد الحلقة باش نتكلموا على المرأة من بعد الزواج وعلى الضغط اللي كي وضعوا لها سواء المجتمع أو للجسد ديالها أو للفكر اللي جات به وهو أنها يكون عندها أطفال فهاتشي كله كيلعب على النفسية ديال المرأة وتخليها تتعيش واحدة مجموعة ديال التغييرات وغادي نشوفوا هاد النفسية هاد ديال المرأة منيك تدخل في مرحلة الزواج في انتظار أنها يكون عندها الطفل كيفاش ممكن تعمل معها كيفاش ما توصلش لأشياء لا تحمد عقبها وكيفاش كذلك في حالة الحامل وكحالة الولادة كيفاش تهتم بالنفسية ديالها دكتور أنوار ريدا صباح الخير صباح النور عزيزة اليوم غادي نهتموا بالمرأة بشكل عام بالنفسية ديال المرأة ولكن فلاش ديال المرأة يعني فالك السن اللي تتكون كتنتظر أنها يكون عندها أولاد كنا عارفو حنا لابخيسين ديال المجتمع فهذا الأمر ولكن عاو تاني لجي نشوفوا حتى الطبيعة باش أن البشرية بقات فوق الأرض هي بهذا المسألة نتعت التوالد واللي المرأة تتكون يعني يالا بخوميا كونسرنة فيها لأنها هي الرحم اللي تحمل يعني البشر هكذا لباش تستمر يعني الجنس البشري فوق الأرض لكن المرأة مني كتوصل لواحد السن كيولي عندها بخيسين مع الزواج وسن الزواج مخصش يفوتها حما تنقرو يفوتها القطر ولكن هي فقط يفوتها السن ديال الزواج أنها محدود في المجتمع محدود في واحد السن معينة ومنين تنتسألوا علش محدود في واحد السن معينة لأنه مرتبط بالقدرة على الولادة عند المرأة فواحد القدرة على الإنجاب فواحد السن كذلك معينة لأننا مني كنا نهضروا على الزواج بشكل عام المرأة تقدر تزوج حتى في سن متأخر يعني وما كانش مشكلة ولكن ديك ساعة تتكون حيدات الفكرة ديال الإنجاب فهذا المسألة عند الإنجاب تتخلق واحد لبخيسيون عند الفهم بزاف إنت شغادي تزوج إنت شغادي تولد وإنفوا مثلا كتزوج واش غادي تولد ولا ما تولدش واش هي يعني قدر يكون عندها عقم ولا ما كانش ألو عاد كتجي ديال واش غا تولد الولد ولا البنت اللي حسب بعض المجتمع إلى غير ذلك فهذا شي كله كتتخبط فيه المرأة ما بينها وما بين الجسد ديالها والنفسية ديالها اللي يعني تنقلوا باز كيفاشتا قادرة أنها تعطي في المجتمع وقادرة أنها تربي أجيال إلى غير ذلك طوك عطينا شي تفسير لها هذا الموضوع لش مهم نهضروا عليه لأنه يقدر يكون إما مركز ديال الراحة والا بخيباغاسيون ديال واحد المرأة اللي غادي تتحونسان وغا انشاء الله فيها وغا تكون واحد المعاملة حسنة واللي غيكون واحد المركز ديال التقط والسترس اللي غادي خليها عرضة أكثر أنها تكون مكتئبة ولا تكون عصبية ولا تتخاصم مع الزوج ديالها علاقة بالهد الموضوع لأنه لا تتحيش المرأة في هذا الشيء ديال الحمالة الحمالة عندها واحد المرجع كما غادي نقوله تقافي ديني وعائلي وكيختلف من عائلة إلى أخرى وكل واحد يشوف على الإنجاب على الإنجاب على الحمل أنها تتحونسان لأن المرأة تتحونسان تكون فيها مجموعة من الأمور لأنها تكون عندها سواء الضغط ديال العائلة ديالها ولا الضغط ديال الزوج ديالها والضغط ديال المجتمع دونك خاصنا نعرفوا بلي هذة الضغطات كي أطرع للنفسية ديال المرأة وكي قدروا يعرضوها لواحد المجموعة من التغيرات مجموعة من التغيرات البيولوجية الفيزيولوجية ومجموعة التغيرات والتصرفات تقدر تقول لي عصبيات تقدر تقول لي مسترسية بزيف يقول لي عندها إضطراب القلق تقدر تطع لتتقى في النفس ديالها دونك هذة الضغطات ما يمكنش نعتبره أن هذة لتخونزيسيون أنه ينجل تريد تطع لتطع لتطع لتطعها سوف تقوم بعمل المنظومة وليس لن نعتبرها على كاملها لا يمكنك أن نعتبرها ونعتبرها أنه شخص سوف يكون عندها إضطاء ونحن لكي نفرحه لذلك هي هذه الفرحات وأنا نفرح من الجميع ولكن الضغطات تكون جيدة من الجميع سوف تؤديد عائلة وعائلة الزوج وهي برأسها صحاباتها زوجها لذلك لا ترى أشياء الأشياء التي تعرف أن تعيش معهم و لا ترى أشياء الأشياء و لا تنسوا أن هذه الأشياء والضغط التي تعيشت هذه المرأة يمكن أن يكون واحد من العوائق الحمل لأن الكثير من النساء التي رأيها الجينيكولوج و لديهم كل شيء ما يسروا و الزوجهم لديهم أشياء الأشياء و لكن لا ترى أشياء الأشياء لأن هناك توتر و تشنج داخلي لناتج عن مجموعة من الأمور لأن نحن لا نرى المرأة في هذه المرحلة تجد أن هناك ضغوطات داخلية لأن نسواجية من الفكرة أنها إلى مولدات لا يقبل عليها رجلها أو العائلة و لا عائلتها لا ترى أشياء الضغوطات التي تجعلها نفسية المرأة تكون معرضة في هذه الوقت لأنها تضح و تصب بعض الأمراض القلقية والاكتئاب و نحن نكون محتاجين لها بشأنها تحمل واحد للجنين و تكبروا فكرها و تعطيها لنا في أحلا حلة لذلك هذه الضغوطات ما قبل الحمل التي يجعلها بعد المرات بزاف دي اللي يتفارقوه اللي يتخاصموه اللي يتلقوه نرى أنه ظاهرة دي لأنه تكون مشاكل بزاف زوجية في الفترة سواء فترة الحمل أو جوست بخير الولادة كتلقاها كده مثلا إضافة لهذا الشيء كله اللي تكلمت عليه هنا كذلك التعامل مع هذا الإنسان الجديد فصل الأسرة يعني الطفل المسؤولية بزاف دي الأمور اللي كتزيد اللي كتزيد و دايور أنتما معروفة عندكم الأخصائيين نفسيين هذك الاكتئاب اللي ما بعد الولادة اللي تحضروا منه الأطباء بأنه خطير إلما تمش الأخذ دياله بجدية يعني على الصحة نفسية دي المرأة تماما لأنه كما قلنا ما قبل الحمل كين ضغوطات في الحمل كين مجموعة من التغييرات البيولوجية والهرمونية اللي عند المرأة اللي غتخليها مثلا أنها تلت شهر اللولى غتكون عندها واحد تقيو و واحد العياء و واحد اترابات حالة جسدية صعيبة بزاف فاللدو زيام تخيمات كيتولي عودت أن يتحس بالكرش ديالها و عندها شي حاجة في القلب ديال الكرش ديالها كتتحرك و إيماجيناغ ما عارفها شكي دير و كتسن الخروج دياله زائد القلق على أنه يكون في ساحة جيدة ما يكون ش عنده تشوه يكون ديرك قعدك شلي عليها باش أن الجنين يبقى في ساحة جيدة و إيماجين يبدأوا التنبؤات ديال الولادة كيف شغان ولاد عندك جيني انرجانس عندك ترتقلية سقية عندك يموت لي الوالد و لنموت أنا في الولادة شوفش حال ديال الدغوطات اللي كتعيش و ماشي دائما كيكون عندها سند و لا رافيق لأنا وخي بعد المرات كيكون زوج إلى ما كان شراد البال هاد النقطة فغيخلي الأمور غادة و لكن يكون عندها عواقب على النفسية جيالها يعني سؤال أكيد والنساء اللي كيتفرجوا خاصة إلا كانوا أمهات مثلا أو لا في انتظار أنهم يكونوا أمهات هاش كل النساء تقريباً تعيشوا هاد شيء أو لكي نساء ما كيعيشوش هاد شيء يعني كيأخذوا الأمور بشكل مختلف هادو اللي كيأخذوا هاد شيء بشكل مختلف و ما كيعيشوش هاد الصعوبات هاد كيفاش كيأخذوا هاد هما ذا بل قاع النساء كيوقع هاد التغييرات البيولوجية والهرمونية والتخوفات غير كيفاش كيتعاملوا معاهم سوديا بل المرات كتكون الأم هاد كالدرع الحنين والسند اللي كيبقي يقول هارا تعمل هاد شيء ما تخافيش هاد شيء غيدوز وبعد المرات كيكون غياب سند لأن نحنا بل المرات كتكون المرات كتحمل كتلقى راسع بوحدها عائلتها في مدين أخرى الزوج بعد المرات كيكون من خدام كيرتش البل هاد نقطة ولكن ما كيوقع واحد الوديزيكيلي بخصة بدير ك شحالما قدرنا نستمروا في الراحة النفسية دي المرأة في هادك تسع شهر شحالما غدا يقدر تعطينا واحد الجنين أم سعيدة كيأتي متكامل وزعيد لأنه كما هدرنا في واحد الحلقة على الانتخايوتغا اللي كيخلي الجنين ينمو بواحد طريقة واعرة والدماغ ديالو يتصاوبوا في كونكسيون وعرين شحالما ممزيان مخصنا في غير مردو البال لأن بعض المرات كيكون واحد الإهمال بعض المرات العلاقة الحميمية ما بين زوجة زوجة مقاددة و بعض المرات الزوجة يمشي يبدأ يخرج مع أصحابه كيخلا نتحامل كيخلا نتحامل المجموع من الأمور يقدروا يترتقوا لنا واحد البيضاء لأنه كانت مجموعة كيخلا نتحامل أمام المخطط وممتشل ما بين قد يتحامل ما بين قد يتحامل ما بين قد يتحامل يتحامل يحتوي على مدينة لعصابك ويقول لك أن تزد عصابك ويغوش من صوره ويبكي هذا مشكل لدينا لأن المرأة في هذه الوقتها لا تنسيش أنها قررت لكي تكون حملة ولكن أب كان بغي والعائلة تباغتها وعائلتها حالت الحمل مرغوبة وليس فقط أحساس فإن كانت حملتها ستحملتها أو أن تقضي المقادر لحمل جيدا أو أن تكون حملتها حملتها أو أن تكون حملتها تجد المشاكل ويستطيع تقضي المجموعة من الأمور لذلك الحمل وما قبل الحمل وما بعد الحمل هو تغييرات بيولوجية وفيزيولوجية وفسيكولوجية عند المرأة يجب العينها يجب بها ويجب أخذ هذا الشي بعين الاعتبار بجدية بجدية ونأخذها كمهيمة كمهيمة ولكن ديك تسعة شهر ما غنكونوش وماشيفشوش هاتش لا بيانسير يعني هاتش تسمع الفشوش وماشي بوحلك لي حاملة وماشي هداء لوك المعانات كتوني يحسبيها هاد الكلمات اللي تسمعانا بعد المرات أن أم كتكون ولدات ولد وكي يقول لك لا أنا رأى جدتي ولدات سعود بوحدها وما كان شدارة ظروف مختلفة كل لأننا ننسوش احنا كان هنا واحد المجتمعية تطور وغادي فهمتي حلقة بحلقة دونك هي دابل قدورات دابل اللي ولدت المرأة كتخرج تخدم وكتحمل وكتولاد وكتقابل الدارة كنا واحد المجمعية تضغطات دونك هادك لغوسيس خاسها ما تنبدوش فيها حتي يكون لكوب المستعد لها كيف مكنك أنا دروع لديك لك كونسلتاسيون للأزواج ما قبل الزواج فما قبل الإنجاب خاسهم تعاموا يديروا كونسلتاسيون ويعرفوا علاش واش هادك زوج مستعد واش ممساعد لأن العواقب بعد المرات كتكون خيبة بزاف وبزاف كيتطلقو ما بعد الحمل ولا ما بعد الولادة كتقول لك طلقنا كان بقي في الكرش ولم عاولت شوف باش عرف أن هذا النتيجة ديال الطلاق رداخل فيه بعض الإضطرابات النفسية للزوجة ناتجة عن مجموعة من الأمور ولي ما تخدتش باعي لأتيبار يعني وباش تفادى بزاف ديالحواج حنا تنعرفوا كيف ما كنتي الحياة تتطور إلى غير ذلك اليوم تنتكلموا على الاستعداد لكل مرحلة في الحياة تنتكلموا ممثلا على التربية الجنسية ماشيئية ماشي استعداد وإنما كحماية تنتكلموا على بزاف الحواج وانا كنت تذكر واحد المرأة كنت واحد سيدة واحد المرأة وواحد سيدة كلماتني قلت إحنا في المجتمع ديانا ما كان نوجدوش المرأة لسن انقطاع الطمث ودارت فراسي هذه المسألة هذه ما تنستعدوش لكل مرحلة من مراحل الحياة يعني واش في رأيك أنه هذا الاستعداد لهذه المرحلة تخصو يكون من واحد سن مبكرة عند الفتاة الاستعداد لها باش يكون استعداد لهو في تقبل أشياء فيها رؤية اللي هي إيجابية للأمور وما يكونش فيها غير خلعة والضغط وناري وعندك ما تولديش ولا ولدتي عندك تولد هذا يعني كبشو دي إيمان غير مع السلبي كتر من الإيجابي دونك هذا الاستعداد حتى لو كان في سن مبكرة كيف شخصه يكون هو الاستعداد الفكري شوف دبا هاد نقطة علش مهمة بزاف لأن الاستعداد لأي مرحلة الهدف جيلها هو إنقاس القلق والتوتر ناتج عن المستقبات سوف أدركوا ما تقدرنا نديروا الوقاية ودرنا الاستعداد ودرنا البروغرام ودرنا الاستعداد البيولوجي سوف أدرنا تحليل ولقينا نقص بعض المواد وقدناهم وعالجنا بعض الأمراض شحل ما غاد نعيشوا واحد الحياة جمزينة لأن هذا ما نظروا عليه ما هو الهدف جيله هو نفهم الإنسان ولا المرأة من جميع النواحي لأننا نعيشون في واحد المجمع ولم يمكننا أن نعيشون في مجموعة من الضغوطات ولم ننسى بأن هذه الضغوطات سترى مكلفة مكلفة للعائلة مكلفة للفامية مكلفة للولدات لذلك يجب أن نوجد رأسنا لأي مرحلة كيف لا نوجد المتحلاج كيف لا نوجد المتحلاج فهذا المرحلة لترانزيسيون من مرأة متزوجة المرأة حامل ومن مرأة حامل المرأة زائد طفل أم اللي ستأخذ العناية ديالو كل نهار بدون القطاع مدى الحياة وبدون شروط وبدون شروط وزائد الأمراض وزائد هذه الضغوطات فالاستعداد يجعل هذا كلامات تغنيتي تدوز بواحد طريقة زوينة وهو حدد زوينة إنسان ناجح في المجتمع لا يوجد مشاكل غير هذه طريقة الاستعداد فيها بزاف ومشي ديو بخيطة بورتي مشي شي حاجة اللي غدي نعطيوها لكل واحد ولحسب كل مجتمع كل مجتمع وكتأخذ بعيد الاعتبار لأن الفرق ما بين الطب النفسي والتخصصات الأخرين أنا كنشوفه المريد من جميع الجواني بتراك تسوله في نساكن مع منساكن مع شكين ونعم ونعم ما شمارات هنا يعني ناخده فكر غير كفكر ولا كتقافة نفسية نعم تأخذ المنظور إجمالي لأن كما تنقوله النفسية للإنسان هي بيولوجية وبسيكولوجية والجماعية لأنك تأخذ المنظور كامل بيش تعرف الإزاكسيون اللي غدير في نتيجاه بيش قد والتفاصيل كيفاش غادي ناخدوها بوحد المنظور اللي هو شامل واشنو بالضبط وكيفاش نتكلموا مع ابنيتاتنا وهم صغر كيفاش نتكلموا كذلك مع الأولاد لأنهم نتكلموا على حمل وعلى إنجاب وعلى هذا رمش فقط الفتيات اللي هما كونسرني لأنهم هما الجسد الذي يحمل ولكن الدور دي للرجل هو أهم طبعاً أو مهم يعني لا يقل أهمية على دور دي المرأة هلو هادشي كله غادي نهضروا عليه بالتفصيل هذه العشية هذه معك دكتور أنوار رضا من جوجو نص حتى الأربعة مباشرة على أمواج راديو دوزعم شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم